أعلنت وزارة الإسكان الانتهاء من تنفيذ 351 مشروعاً بسبعة مراكز بمحافظة أسيوت وذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة رئاسية حياة كريمة لتطوير الريفة المصرية وتشمل المشروعات إنشاء 35 مجمع خدمات للمواطنين و30 مجمعاً للخدمات الزرعية بجنب الانتهاء من تطوير رفع كفاءة 59 مركز شباب من إجمالي 70 مركزاً يتم تطويرها إضافة إلى 12 مركز شباب تم ويجرى إنشاؤها أو تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بها كما أشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزي لتعمير تنفيذ المشروعات المستهدفة للمرحلة الأولى للمبادرة بـ 25 مركزاً في عشر محافظات والتي تضم أكثر من 740 قرية وتوابعها